السلام عليكم نشرة الاقتصاد المفصلة من الميادين مستهلة بأبرز عنوينها عقارات السودان تأل تحت تقلب سعر صرف الريال الصين والعراق علاقات اقتصادية حديثة العهد لكن واعدة إيران تبني اقتصادها على منوال السجاد العجمي اهلا بكم يواجه القطاع العقاري في السودان هبوطا حدا في الاسعار بالتوازي مع هبوط قيمة العملة المحلية امام الدولار التي بلغت نحو 200% خلال العامين الماضيين وتواجه الشركات والافراد وتواجه الشركات والافراد المستثمرين في هذا المجال مشكلة تحويل العوائد الى العملة الصعبة بسبب ندرتها اولا وتدني قيمة العملة المحلية ثانيا تقرير من الخرطوم لمحيد دين جبريل هبطت العملة المحلية فارتفعت خسائر السوق العقارية في السودان فعقب خروج عائدات النفط عن دائرة الانتاج بعيد انفصال جنوب السودان تراجعت عوائد القطاع العقاري في السودان مع صعوبة الحصول على النقد الاجنبي كون معظم المستثمرين في مجال الابراج السكنية شركات اجنبية وبالتالي انخفضت قيمة الاصول وتدنت معها قيمة الاجارات هذه الاسباب في مجملة لا تنفصل من الاسباب السياسية التي ادت الى انفصال الجنوب وكذلك خروج كثير جدا من المنظمات الاجنبية هذه المنظمات كانت تستأجر كثير جدا من العقارات خاصة في احياء الحرطوم الوسطية والاحياء الراغية 1500 شقة مفروشة وفق احصاءات محلية خرجت من دائرة الانتاج بخروج موظفي بعثة الامم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام وحدها مع تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار في حال تحويل عوائد الايجار خاصة لسودانيين العاملين بالخارج الذين يمثلون اكبر مستثمر في الشقق المفروشة فمع هبوط سعر صرف الجنيه السوداني تراجع سعر تأجير الشقة لساحة 120 مترا ما يعادل 2000 دولار قبل عامين الى ما يعادل 350 دولار الناس يعني كانت يقول لك الايجار الا اجنبي ولا يقول لك يا اخي الا بالدولار اصلا الحكاية دي يعني الناس بيقول تخليها والناس بيقول مرات ما يقبلوا الواقع الجديد بتاع انه العغار ده سعره ماذا اول الا بعد ما البيت ياخد له سنة ما يتأجر ولا ياخد له سنة ما يتباع ويتراوح سعر المتر السكني داخل مدينة الخرطوم بين 1500 و2000 دولار وهو سعر يعتبر قياسيا مقارنة بالدخل الذي يدره القطاع العقار في السودان وان كانت معاناته لا تخرج عن سياق ما يعانيه الاقتصاد السوداني جملة الا ان الخسارة الكبرى لسوق العقارات في السودان هو تراجع قيمة الاصول مع الهبوط الحاد الذي تعانيه العملة المحلية محيد دين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم الميادين ارتفع عيز الموازنة اللبنانية الى 16.13% خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ العيز 1762 مليار ليرة اي ما يعادل مليارا ومائة وسبعين مليون دولار فيما بلغ العيز المحقق خلال فترة نفسها من العام الفائت 1203 مليارات ليرة اللبنانية في حين بلغت ايرادات الموازنة خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية نحو 9000 مليار ليرة وبلغ حجب الانفاق نحو 10 مليارات و800 مليون ليرة البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل النمو لاقتصادات الدول الافريقية الواقعة جنوبية الصحراء فبعدما كانت التوقعات تشير الى نمو يبلغ 5 نقاط و20% تراجعت الى 4 نقاط و18% وتعود اسباب هذا التراجع الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية اضافة الى ان افريقيا مازالت معرضة لاثار اقتصاد عالمي هاش وتباطئ في الصين الا ان البنك الدولي كان اكثر تفاؤلا تجاه هذه المنطقة حيث توقع ان تصبح في فئة الدول المتوسطة الدخل بحلول عام 2025 العراق والصين علاقات اقتصادية ثنائية وتجارة متعظمة بينهما واسواق العملاق السني مفتوحة لالاف التجار العراقيين التنين الصيني في العراق ولكن تجاريا علاقات اقتصادية ثنائية فيها الاستثمارات والروابط التجارية بين بلدين يسعيان دوما الى تفعيل علاقتهما ودفعها نحو النمو عام 2005 كان التاريخ الفاصل بين علاقات اقتصادية واخرى سقوط صدام سمح للدول بالتوجه نحو الاستثمار في العراق الصين كانت في المقدمة تجاريا او عبر شركات تنقيب عن النفط فباتت المنتجات الصينية الصنع تحظى بشعبية واسعة في بلاد الرافدين 80% من السلع المستوردة الى السوق العراقية هي صينية عبر اكثر من 400 شركة في المقلب الاخر فان اكثر من 2000 تاجر عراقي يزورون يوميا مركز تجارة الصينية العراقيون هم عملاء دائمون في المركز البعض منهم يأتون حتى من بعيد ويقولون انهم يحبون السلع الصينية الصنع في العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية اظهرت الصين استعدادها للتعاون مع العراق في العديد من القطاعات بما في ذلك النفط والتجارة 22% هو معدل النمو السوي للتجارة الخارجية الصينية الذي بلغته في السنوات العشر الاخيرة ما جعل بكين تحتل المركز الثاني في حجم التجارة الخارجية في العالم للسنة الثالثة على التوالي نصيب الصين من حجم التجارة العالمية ارتفع في السنوات العشر الاخيرة من 14.17% عام 2002 إلى 10.2% العام الفائت بدورها ازدادت الصادرات الصينية نحو خمسة اضعاف خلال العقد الاخير اما الواردات فقد ارتفعت بالقدر نفسه مع ارتفاع نصيبها من اجمالي الواردات العالمية من 14.14% عام 2002 إلى 19.15% العام الماضي يستعد الاتحاد الاوروبي لحظر استيراد الغاز الايراني وذلك في اطار جهود لزيادة الضغط على تهران لاجبارها على وقف برنامجها النووي ويعد دبلوماسيون من دول في الاتحاد الاوروبي حزمة من العقوبات من المتوقع اقرارها رسميا في اجتماع وزراء الخارجية في الخامس عشر من الشهر الحالي في لوكسنبورغ ثالث أكبر سجادة في العالم بمساحة 2500 متر مربع كشف عنها النقاب في المعرض الدولي للسجاد في دورته الحدية والعشرين في العاصمة الايرانية طهران ويكتسب قطاع النسيج في ايران أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي مرسلنا حازم كلاز زار المعرض وعدب التقرير التالي شهرته فاقت حدود الوصف السجاد الايراني الذي شد الأنظار على مدار التاريخ لروعته وإتقانه لا تنظر الحكومة الايرانية اليه كارث ثقافيا قوميا فحسب بل كصناعة تقليدية تسعى للحفاظ عليها وسائل دعائية كثيرة تتبعها للترويج له كان أبرزها خلال المعرض المقام حاليا حياكة العقدة الأولى في سجادة كأس العالم في البرازيل لعام 2014 يبدو أن الخصائص والمميزات العديدة التي يتمتع بها السجاد الايراني كقيمته المضافة التي تبلغ 80% ومصاريف صناعته المنخفضة وتحكمه في أسواق السجاد العالمية أكثر من المشاكل التي يواجهها لكني أعتقد أن المشكلة الأبرز هي التعريف بالسجاد الايراني للأجيال الجديدة وهذا ما تعمل عليه الحكومة ضمن برنامج وضع أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل تؤمنها هذه الصناعة وأكثر من نصف مليار دولار تدرها صادراته إلى أكثر من ثمانين دولة حول العالم أسواق جديدة كروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا فتحت أبوابها أمام السجاد الإيراني في ظل صعوبات تواجهه في السوق الأمريكية ما يجعل طهران تحافظ على موقع الصدارة في سوق السجاد العالمي بنسبة 24% برغم منافسة الهند والصين وباكستان يبدو أن المواردين الأمريكيين مستمرون في إدخال السجاد الإيراني إلى بلادهم عبر طرق غير مباشرة أوروبية في الغالب ويبدو أن فرض العقوبات على السجاد الإيراني أيضا إنما يحرم المواطنين الأمريكيين منه وحتما سنتابع الموضوع من الناحية القانونية لإلغاء هذه العقوبات السجادة الإيرانية التي تتنوع رسوماتها بين الهرات والسرطان والزهري والشاه عباسي والمينخال والحناء والبيد مجنون والجوشقان والترنجي تتميز بعمرها الذي يؤكد الإختصاصيون أنه يصل إلى ثلاثة قرون ليست خيوطا نسجت بألوان زاهية أو رسوما بديعة فحسب السجاد الإيراني هو ثالث أهم مورد للعملة الصعبة في إيران بعد النفط والغاز والبيتروكيمويات صنعة تؤكد الحكومة تجاوزها العقوبات الغربية كافة وتدعوها إلى الوقوف إلى جانبها فيما تواجهه من حرب اقتصادية عالمية كما تقول حازم كلاس طهران الميادين ارتفى عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لكن بنسبة أقل من المتوقع وفقا لبيانات حكومية نشرت اليوم الخميس ما يؤشر إلى تحسن طفيف في سوق العمل وارتفى عدد طالبي الإعانة أربعة ألاف شخص ليصل إلى ثلاثمائة وسبعة وستين ألفا بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكان ارتفاع عدد طلابات الإعانة بواقع سبعة ألاف طلب الجنيه الاسترلاني يسجل ارتفاعا أمام الدولار واليورو بعد أن قرر مصرف إنجلترا المركزي عدم التوسع في برنامجه لشراء السندات الحكومية وإثر علامات النمو التي سجلها الاقتصاد البريطاني وترك البنك سعر الفائدة دون تغيير عند نصف نقطة مئوية التوقعات تشير إلى خروج بريطانيا من حالة الركوت خلال الربع الثالث من العام إثر قرار المصرف المركزي الإبقاء على برنامجه دون تغيير لشراء ما قيمته خمسين مليار جنيه استرلاني من سندات الحكومة البريطانية ما سيرفع إجمالي مشترياته إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار جنيه استرلاني بحلول الشهر المقبل مصرف السويد المركزي هدف جديد لقراصنة المعلومتية فقد عطل متسللون الموقع الإلكتروني للمصرف واستهدفوا موقعين رسميين آخرين بعدما أفادت أنباء أن مجموعة إنونيموس هددت بالهجوم دعما لمواقع مشاركة الملفات على الإنترنت القراصنة تطلق توجيهات باستهداف موقع البنك المركزي بعدما داهمت السلطات شركة تقدم خدمة الإنترنت كجزء من حملة لإغلاق مواقع مشاركة الملفات مع هذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الاقتصادية المفصلة نشهر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة